السلام عليكم استكمالاً لسلسلة حلقات التلاتين جملة اختيارات على المنهج كله دي الحلقة التسعة عشر أتمنى ليكم أقصى استفادة بس قبل ما نبدأ حابب أقولك إن إلى جانب عرض للمراجعة النهائية مراجعة المنهج كله اللي كتير من زميلك استفاد به واللي حرفياً هيفوتك كتير لو ما اشتركتش فيه بنبدأ دلوقتي مراجعة نهائية شاملة حل امتحانات شاملة يعني عرض مراجعة المنهج كله زائد حل امتحانات شاملة على آخر مواصفات عشرين واحد وعشرين تبقى كده إن شاء الله ده مانطل انجليزي عموماً لو حابب تسأل عن العرض واللي هو شرح المنهج كله language notes قواعد حل جيم مراجعة نهائية شرح ترجمة وحل ترجمة اختياري وحل أسئلة على القصة وعلى كل الفصول زائد لو حابب كمان تسأل عن شغل شهر مايو اللي هو هيبقى إن شاء الله حل امتحانات شاملة كل ده هتلاقيه على رقم whatsapp 0-10-1-8-6-9-9-7-9-2 بالتوفيق لكم جميعاً من الجبلة الأولى بتقول there should be more efforts المفروض تتعامل مجهودات أكبر to protect علشان نحمي our traditional note music and dance علشان نحمي المزيكة الشعبية بتاعتنا number or letter B folk music number two بتقول when I was having breakfast عندما كنت أتناول إفطار the phone suddenly فجأة التليفون كان في حدث مستمر وفجأة حصل حاجة وقفته يبقى هنا بنتكلم عن letter A rank في الماضي البسيط number three pipelines الخطوط الأنابيب دي are constructed to not oil and natural gas all over the world علشان تنقل الأيل البترول والغاز الطبيعي لكل أنحاء العالم سوري فنحن بتكلم عن ينقل letter C transport number four do you think the teacher هل تعتقد أن الأستاذ أو المعلم not our homework by Monday morning شايفين كلمة by دي by دليل قوي جداً أن هنا في مستقبل تام will have وتصريف التالت علشان كده نختار letter D will have market number five the note was so hard and solid كان صلب جداً وقاسي that a big statue was built on it طبعاً أنا عارف إن إيه اللي بيتبني عليه التماثيل بيز بيز اللي هي القاعدة اللي بيتبني عليها الأشياء letter C هي لجابة صحيحة number six what day is it today نهارده يوم A the 18th نهارده 18 or the 19th ولا 19 رد عليه وقاله نقط it's 20s النهارده يوم عشرين الجملة دي فكرتني من نقطة كين تعرفينها لليه بتاعت الحد ولا السبت قال له اثنين طيب يبقى هنختار neither ولا واحد بالاثنين النهارده ولا ده ولا ده النهارده يوم عشرين number seven not is a strong substancy مادة قوية that is used for making things بتتخدم في صون الأشياء such as tires مثل إطارات سيرات and boots والأحزية بنتكلم عن المطاط letter A يعني rubber number eight the book not you gave me yesterday is very interesting الكتاب الانت التي تقولي مبارح كان very interesting بنتكلم عن كتاب يعني غير عاقل وعشان كده نختار letter C which غير العاقل number nine the company has planned an exciting not campaign for the new products طبعا بنتكلم عن publicity publicity campaign يعني حملة دعائية عامة letter D هي لقابة صحيحة number ten سامي suggested we all not him at his farm in شرقية أكيد طبعا أنتم تعرفين وأنا قلت مرات كتير إن سجست لو مفيش بعدها ذات وفاعل بيبعدها أي نجي على طول طب هنا مفيش ذات وفاعل هنا في فاعل على طول اللي هو وي مش مشكلة في الحالة دي برضو بنكتب المصدر زي ما بنكتب ذات وفاعل يعني لو في ذات وفاعل لو في ذات وي أوكي لو مفيش ذات وفي وي على طول برضو أكي نكتب المصدر وعشان كده نختار letter C visit number eleven نوات is natural spring هو ينبوع طبيعي ذات sends hot water بيطلع ميا سخنة and stream and steam وبخار suddenly فجأة onto the air from hole in the ground من مكان من فتحة صغيرة في الأرض نحن نتكلم عن geyser geyser اللي هو النبع المائي اللي هو letter C هي الإجابة الصحيحة twelve أمنية نوات some sweets by her mother for her success أمنية أشتورية لها أوكي هي مش اشترت لما ميتها عشان نكحت ولكن أشتورية لها فهي مجهول verb to be والتصريف التالت الوحيدة اللي فيها verb to be والتصريف التالت هنا هي طبعا هيا عندنا اتنين فيهم verb to be والتصريف التالت عندنا be وD ولكن ما ينفعش أقول had been both لأنه ما عنديش كلمة تدل على زمن الماضي التام ولكن هاختار was both number أو letter be 13 in many countries في دول عديدة it's the not for women إنه بالنسبة للسيدات إنه عادة عادة شعبية to get married in white إنها تتجوز وهي لبسة أبيض custom شباب هي العادة أو عادات الشعوب أو المجتمعات غير هابت طبعا هابت يعني عادة شخصية وعلشان كده نختار custom letter C number 14 داليا لازم تعمل أو تنظف وإلا ما متها تبقى غضبانة منها يجب عليها has to do letter D الإجابة الصحيحة has to do number 15 I don't have much not in my little brother after his bad behavior in recent months مش ما عنديش ثقة في أخوي الصغير بعد تصرفاته السيئة ما عنديش ثقة في كلمة ثقة confidence letter B confidence يعني ثقة هي الإجابة الصحيح number 16 the production manager production manager يعني مدير الإنتاج not the electrical outlets اتفقنا كتير إن هاد اللي هي دي هاد زي هاي 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 اللي فيها هاو هاز لما ييجي بعدها عاقل تكنيكا زي الفنيين يبقى نعايز المصدر المصدر موديفاين اوكي يبقى يبقى هاد أو هاو هاو عاقل المصدر اوكي i wish i not out in the rain without an umbrella طيب احنا طبعا القاعدة بتاعت الوحدة بتاعت القاعدة دي اكيد ملغية من على 2020 بس هنشرحها للدفعات اللي بعد 2020 انا عندي برد علشان انا عندي برد للوقتي ولذلك انا بتمنى لو ما كنتش في الماضي الامنية في الماضي يا شباب وانا اتفقت معاك لو عندك i wish وعايز امنية في الماضي ياريتني ما كنت عملت كذا في الماضي اللي هو الندم بنستخدم بعده هاد وتصريف التالي وبالتالي هقول i wish i hadn't gone ياريتني ما كنت خرقت في الماضي يبا هاد وتصريف التالي نمبر نينتين we should all bring up our children يجب ان ربي اطفالنا to not their teachers and elders انهم يحترموا معلميهم والاكبر منهم respect يعني يحترم letter d respect يحترم نمبر 20 i not a cold since i started eating an orange every day for breakfast طبعا انتوا شايفين كلمة since في زمن المضارع التاب بنعرف ان فيه since وفور يبا فيه زمن المضارع التاب وبالتالي هنستخدم هذا وهذا وتصريف التالي يعني هنختار letter b i haven't had لم اصاب بالبرد منذ ان بدأت ااكل برتقالة كل يوم على الفطار letter b هي الاجابة الصحيحة 21 the doctors tried not to save the injured man ان ينقذ الرجل المصاب but he died ولكنه مات just before dawn قبل الفجر طبعا احنا بتكلم انه هما بيحاول ينقذوه ولكن مات المحاولات بتاعتهم كانت بلا جدوة number letter a بلا جدوة يعني in vain بلا جدوة 22 look at all the sun تان بص على التان اللي عملاها هي اكيد القاعدة دي كمان في 2020 ملغية الاستنتاج هنا بستنتج فبقول هي من المؤكد ان هي راحت لمكان كان في حر وساخن في الاجازة فالاستنتاج في الماضي من المؤكد ان ده حصل بستخدم must have وتصريف التالت must have gun اعذروني عشان انا عندي مشكلة صوتي تعبان شوية فانا اسف لو الصوت مش كويس 23 the technician refused to fix the washing machine saying التكنيكان رفض ان يصلح الwashing machine قائلا that he couldn't not anymore work at that moment ماقدرش يتولى مسؤولية عمل اكتر من كده في هذه اللحظة يتولى عمل او ياخد عمل او يتولى مسؤولية شغل take on letter ب هي الاجابة الصحيح 24 my son is not quick learner that he can learn two languages in a month شايف ذات يبقى طرامة في ذات يبقى بلاها هنا اما سو اما ستش امت سو لو صفة بس زي كويك لكن امت ستش لو عندي صفة واسم يبقى عندي صفة واسم يبقى ستش بس يترى ستش ا ولا ان على حسن كويك بتبدأ بحرف ساكن يبقى لو كان فيه هنا حرف متحرك كان تبقى فبالتالي هاختار letter c such a 25 marco polo is believed يعتقد ان marco polo is be the first to be the first european to make a note of china هو يعتقد انه اول اوروبي عمل استكشاف للصين exploration letter a exploration يعني استكشاف exploration يعني استكشاف 26 she said that she not harder for the previous exam هي بتقول انها اه اه للمتحان اللي فات برضو القاعدة دي كانت من القواعد اللي ملغيها في 2020 ولكن ننشرحها النصيحة في الماضي اللي هو التقنيب ان انا بقنب حد او بندم او بلوم نفسي على حاجة لها should have والتصريف التالت لان اعرفت ازاي عشان كلمة previous يعني السابق فهنا المفروض ان هي بتقول هي قالت ان هي كان المفروض وخلي بلكم ممكن نبصلها من ناحية ان هي غير مباشر والغير مباشر بيبقى الموضوع في الماضي فطبع سيد وما فيش علامات تنصيص وفي ذات يبقى ده كلام غير مباشر فالمفروض انها في الماضي في الماضي يبقى كان المفروض تعمل كذا في الماضي should have والتصريف التالت فالمهم يعني في الحالتين هندصلها من هنا او من هنا هنختار should have والتصريف التالت اللي هي letter c كان يجب عليها ان تذاكر 27 if you know what you should change your clothes immediately كمان ملغية في 2020 قاعدة if ولكن if بعدها a علشان ناحية التانية فيه should والمصدر اكيد مضارع بسيط if you get الحالة الاولى ممكن استخدم if مضارع بسيط ثم الناحية التانية باستخدم نصيحة should دي لو حضرتك عايز تعرف كما علوم يعني 28 many people can't really believe في الناس كثير جدا مش قادرة تصدق that شارلك هولمز was really a not character ان شارلك هولمز ده كان مجرد fictional character شخصية خيالية في ناس متخيالية انه حقيقة انما هو fictional letter B يعني خيالي 29 doctors believe الأطباء يعتقدوا that there is no نقط انه لا يوجد A 4 diabetes لأمراض السكر but the symptoms اللي هم الأعراض can be managed ولكن الأعراض ممكن ان يتم التحكم فيها الأطباء بيقولوا انه لا يوجد علاج no cure number letter C cure يعني علاج number 30 she asked me not some bread on my way home طلبت مني ان اشتري طبعا يطلب بيجي بعدها طلبت مني ان اشتري ايه هي الاجابة الصحية